الصحة تاج فوق رؤوس الأصحة لا يراه إلا المرضى هي ليست مجرد مقولة وفقط بل واقع تعيشه الزهية منذ سنوات بعد أن أصيبت بتسلخات عميقة في المسالك البولية بسبب جلوسها على هذا الكرسي المتحرك لأزياد من 35 سنة قدرت 16 مرات عملياً في شهر ونصف يخيطوا الجرح وهم يسيوا يلمواه وش قدروا في المستشفى تعدويرا هم يخيطوا هو يعود يتفتح بس كالك بلاسة خلاص الخياطة ما تشتش فيها حتى تلحق طبيب قالي خلاص قالي حتى درنا اللي علينا وقالي ما عندناش الحل هنا لازم تروح يتشوفي لازم تتنقلي الخارج احتل دوكا ولو عندي لي مغاجر يتعدم وليت نخرج الدم بس كوالجل داخل فيك رشياني مجراحها كامل إلى جانب إعاقتها تضطر زهية لتحمل الآلام الناتجة عن الجروح التي أثرت على المسالك البولية ونخرت عظامها وحلها الوحيد خارج أرض الوطن بإجراء عملية جراحية دقيقة عجزت عن دفع تكاليفها ما كانش مستشفى يتقبلني حبيت روحي معايا دوكا روح لك أي مستشفى ما ياخدني شغنشاقش يقولي ما نقدر شمتيا ماشي حالتنا صفي أنا ما عندي شوين نروح ما عندي شوين نداوي لا هنا في الزاير لا خاد الجزائر الجزائر تاني قدرت دوسي تافيزة زوش خطرات ما قبلوه ولاش حبيت نداوي نقدر نتحمل كلش بصح نداوي برك منقيت حتى طبيب كما يقولي كيشوف الحالتي وش حال ما غطى عندي نداوي بكيش ولا طبيب تنصل بي وقال لي نعم لك ولا إلى جانب معاناتها مع الإعاقة الحركية تتجرع زهية يوميا مرارة الألام التي لم تفلح كل الأدوية في تخفيفها أملها الوحيد مساعدة تمنحها الحياة من جديد فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ترجمة نانسي قنقر